تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري بداية وفي قطاع العدالة عاين اليوم وزير العدل حافظوا لاختام طيب لوحة العديد من المحاكم بالعاصمة حيث تفقد محكمة شراجة بالمرد رئيس عبان رمضان ومجلس قضاء العاصمة حيث وقف على سير العمل بالمدومات سيما بعد إدراج تطبيق البيومتري الجديد للوزراء والخاص في تسجيل عن طريق البسمة الورثية للمدومين والتخزين الإلكتروني للبيانات والمعطيات المتعلقة بالمدومات بهذه المحاكمة كتجربة أولى الوزير وبالمناسبة أكد أن هذه الخطوة التي ستعمم على باقي المحاكم والمجالس عبر الوطن والتي تعد محطة أخرى في بصر تطوير وعصرنة القضاء ومسايرة لقرار رئيس الجمهورية بخصوص ترسيم الأمازيغية واستعمالها في قطاع العدالة أكد الوزير أن هذا القرار سيطبق بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية والهيئات المختصة كان فضل فخامة رئيس الجمهورية أن أتبعها وأدرجها في الدستور كلغة وطنية ثم بعد ذلك في الدستور الأخير كلغة وطنية رسمية وبالتالي الأمر واضح كل الوضوح بالنسبة لهذه الهوية لهذا العنصر الهوية من العناصر الهوية الجزائرية لا يوجد شيء الذي يحتاج إلى نقاش من هنا أو هناك الأمازيغية لغة وطنية ورسمية دستوريا وبالتالي تطبق عليها كل معايير كلغة وطنية ورسمية إحدى عناصر الهوية الجزائرية والكل ملزم بتطبيق الدستور كأعلى تشريع في الوطن قام اليوم كل من وزير السكن والعمران والمدينة عبدالوحي طمارة ووزير الاتصال جمال كعوانة بزيارة لمشروع مسجد الجزائر الكبيرة وخلال هذه المعينة التي حضرها المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيخ اللادي والمدير العام للبث التلفزي والإذاعي شوق سحنينة وممثل الإذاعة الوطنية تم الاتفاق على وضع أجهزة سماعية بصرية بقاعة الصلاة ومختلف فضاءات هذا الصلح الدينية لنقل الصلوات وبث مباشر للعديد من المحاضرات الدينية والحساس التلفزيونية والإذاعية لقوم زيارة خاصة أعطيناها للجانب التقني للوسائل الإعلام البصرية والسمعية وتكون حتى المكتوبة لتشاور مع زميلي وزير الاتصال وكانت فيها أفكار جيدة لإعطاء أهمية لهذا الجانب وكانت فيها كذلك زيارة لكل المواقع التي ستحتاجنها للجامع الكبير المخصص لهذا الجانب ونظن نحن في نهاية المطاف هذا الجانب الخاص بالوسيل الإعلام إن شاء الله وخاصة بالنسبة للميناري الصومعة ستحتاجن بيت مباشر ويستعمل لحصة تلفزيونية تفقنا بش يكون في الصومعة يكون استوديو وهذا يعني شتناكي أكتراوردينار وكان تعجب سادة المدراء تلك التلفزيون والممثل تلك الإدعاء كذلك راح يكون تكون صمعة تكون لها دور كبير في ما يخص للبت تلفزيوني وإن شاء الله الصورة اللي راح أنتم كمهنيين تعطوه لهذا الصرخ الكبير والعظيم يكون بكل المهناير يكون عندكم كل الإمكانيات باش تخدموا باش تتروجوا لهذا الصرخ العظيم افتتحت اليوم اللجنة تنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية افتتحت أشغالها بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي والأمن العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيدة ورئيس المدير العام لسونالغاز محمد هرقابا دور ناقشات حصيلة اللجنة من 2015 إلى 2017 وتم خلالها توقيع عقد الاستقرار والتنمية ضم فروع سونالغاز 35 التقى اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطهر حجار برؤساء وأمناء تسع تنظيمات وجمعيات طلابية معتمدة لتدارس أوضاع الجامعة والاستماع الانشغالات الطالب الجزائرية الوزير شدد على ضرورة الحصول على الاعتماد للجمعيات الطلابية لتصبح طرفا في طرح الانشغالات داعينا الطالب إلى التركيز على التحصيل العلمي والبدايوجية مؤكدا أن الوزارة تفتح كل الأبواب للممثلين المعتمدين قانونيا كل ما هو معتمد من منظمات طلابية ونقابات أستاذة ونقابات باحثين ونقابات عمال نحن نتحاور معهم باستمرار وبدون قطع في شكل لقاءات جماعية وإيضا في شكل لقاءات ثنائية فنحن لم نغلق الباب أبدا للمنظمات وللنقابات المعتمدات أقول المعتمد تأسيس جمعية طلابية أهن وسن مش ممنوع تأسيس نقابة تال أستاذة أو تال عمال مش ممنوع ولكن هناك قواعد في هذه الدولة ويجبع الجميع أن يحترمها فنحن لم نقصي أحدا الذين أقصوا أنفسهم هم الذين لم يحترموا القوانين من خص الإضراب المزمع عقده اللي دعت لي بعض تنظيمات طلابية ربما لا يعني طلبة لأن هذه التنظيمات طلابية عندها مشاكل داخلية داخلية والوزارة فتحة بالحوار وفي تواصل معها ودليل على ذلك أنه اليوم تواجدهم مقر الوزارة من أجل مناقشة بعض المشاكل البداغوجية ما يهمناه أولا مصلحة الطالب الجامعي بدون أن نستثني كذلك مصلحة الأستاذ والأطراف الجامعية الأخرى يعني نحن كتنظيم طلابي الأولوية الأولوية بالنسبة لنا هي الطالب الجامعي نحن مذابين إن شاء الله الطالب الجامعي يكمل السنة الجامعية وعلى أحسن ما يرام ويفوت الامتحانات إن شاء الله بدون أي اختلالات نحن مع ممارس الحقوق النقابية لكن مع ممارس الحقوق النقابية بصفة شرعية وبعقلانية في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبية سلم إرهابي نفسه اليوم لسلطات العسكرية بيتامنرست ويتعلق الأمر بالمسمى كاف محمد الذي التحق بالجامعات الإرهابية سنة 2006 وعلى إثر ذلك تم استرجاع ما يلي مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ست قذائف من نوع أغبي جي سبعة ثلاث قذائف هون كيلوغرامين من تين تي مخزنين لرشاش كلاشينكوف مملؤين تأتي هذه نتائج نوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المتشرة على كامل التراب الوطنية للدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد وفي إطار مكافحة الإرهاب دائما وإثرى عملية بحث وتمشيط بمنطقة عن كرطوس بولاية باتنا كشفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت ثلاثة مخابة للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد غدائية وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لعنجزام بتمنراسة ثلاثة أشخاص وحجزت مركبة وستمائة وستين لترا من الوقود وثلاثة أجهزة كشفة عن المعادن ومولدا كهربائيا وجهاز اتصال فيما تمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي من توقيف ثلاثين منقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة وضبط خمسة أجهزة كشف عن المعادن وثلاثة مولدات كهربائية ومترقتين ضاغطتين ومركبتين بتمنراسة من جهة أخرى قام عناصر الدرك الوطني ببرج بورريج بتوقيف خمسة أشخاص وحجزت أزيد من ستة وثلاثين كيلوغراما من المخدرات فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بعليم جلي بقسنطينا شخصا بحوزته ستة وتسعين قرصا مهلوسا فيما تم توقيف سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من ورغلا وغردايا ونختم النشرة من القاعة البيضوية حيث أحيى الفنان العالمي إديرا حفلا ثانيا صاهرا التقى خلاله بمحبيه الذين تفاعلوا معه ورددوا أجمل مغنى من عمق التراث الأمازيغية شكرا على متابعتكم لنا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة